فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية بفضل حنكتها وتبصرها واعتمادها تقنية علمية في البحث من القبض على عصابة إجرامية متخصصة في سرقة أسلاك النحاس الخاصة بالاتصالات سواء الهاتف التابت أو الشبكة العنكبوتية وهذه الطريقة العلمية وكذلك العمل للشرطة التي يأخذها واحد نفس طويل تمكننا من رصد هذه العصابة التي يمكنها من 12 شخص اللحظة تشد منهم خمسة دي الأشخاص هاتنا الشخص عبارة هي عصابة هذه العصابة تقوم بعمل السرقة كما قلت النحاس ونظر القيمة دياله الحالية كي المجموعة دي الأشخاص تقوم بالشراء هذه المادة اللي يضبطنا منهم حد الساعة خمسة أشخاص والبحث باقي مستمع على الأشخاص الآخرين أفراد العصابة من دوي السوابق واستقرارهم بالقرب من الحي الصناعي سهل لهم مؤمورية نهب الشركات المجاورة المتوفرة على هذا النوع من المسروقات لقيمتها المالية في الستاتيوريزو كي فيهم ديزي كي بمولهم غاليين زايد عن حاس اللي فيهم ونحاس اللي هو غلاد وكي دير تمن بزاف وباش نعرف هاد الخصائر هذي خاص تكتعود لوكالك ديالك من الوال شحل الماندوفر شحل الخيوط ديال الضوال اللي تقطعوه لزافطراء إلكتريك اللي تنزعوه من الأماكن ديال واش باقي صالحين للاستعمال أولا غير صالحين هناك بزفت لالإجراءات اللي خصت الدر باش ديال القيمة ديال المسروقات اللي سرقت لنا المسروقات تشمل مادة النحاس والحديد وما يفوق ألفين متر من أسلاك النحاس ويتابع الموقفون بتكوين عصابة إجرامية وتعدد المسروقات الموصوفة بجناية وتخريب وتعييب منشآت عمومية ذات منفعة عامة وبعد استكمال البحث سيحل الموقفون على العدالة